بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة للإمام الحسن سلام الله عليه في روايات أهل البيت عليهم السلام أوصافا عديدة وخصائص عديدة لذلك إذا رجعنا إلى هذه الروايات المباركة سوف يتشكل لنا مجموعة من أوصاف الإمام الحسن سلام الله عليه وسوف ترتسم لنا هذه الصورة المباركة للإمام الحسن سلام الله عليه أولى هذه الروايات هو ما ورد في حديث الكساء وهذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة عند جميع المسلمين موضع الشاهد بأنه فاطمة الزهراء عليه السلام تقول بأنه فما كانت إلا ساعة بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء تقول فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام لاحظوا الأوصاف التي تطلقها سيدة نساء العالمين على الحسن تقول له وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وهذه كل واحدة من هذه الخصائص هي خصائص متميزة وتدل على مقام عالي لأنه هذا الشخص المتكلم ليس إنسانا عاديا هي سيدة نساء العالمين فبالتالي عندما تقول يا قرة عيني وثمرة فؤادي هي كلها إشارات معنوية مقامات معنوية للإمام الحسن سلام الله عليه فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء هنا لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف رد السلام على الإمام الحسن قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء بهكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله خاطب الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه خاطبه بيا صاحب حوضي يعني الشخص الذي سوف يسقي المؤمنين في يوم القيامة أحد الأشخاص الموكلين بهذه المهمة هو الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه سوف يسقي شيعته من هذا الحوض المبارك كذلك في رواية أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أوصاف أخرى للإمام الحسن قال وأما الحسن فإنه ابني وولدي ومني يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة أمره أمري لاحظوا أيضا إشارة على عصمة الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى إمامته وقوله قولي من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني هذه كلها أوصاف أعطيت للإمام الحسن سلام الله عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك في رواية أخرى قال المسهر مولى الزبير يقول تذاكرنا من أشبه النبي صلى الله عليه وآله من أهله من أفضل وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله من أهل بيته من هو أفضل الناس وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله فدخل علينا عبد الله بن الزبير في هذه الأثناء فقال أنا أحدثكم بأشبه أهله إليه الحسن بن علي عليه السلام رأيته يجي وهو ساجد يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان ساجدا والإمام الحسن يدخل على النبي صلى الله عليه وآله في حالة السجود فيركب ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل كم يستغرق هذا الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبقى ساجدا حتى أن الإمام الحسن صلى الله عليه وآله هو يختار النزول من على ظهره المبارك وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام لعبد الله بن زبير ورأيته يجي وهو راكع فيفرج له بين الرجليه يعني يوسع بين الرجليه رسول الله صلى الله عليه وآله في حالة الركوع فيفرج له بين الرجلي يخرج من الجانب الآخر يعني يلعب كان الإمام الحسن سلام الله عليه في حالة ركوع النبي صلى الله عليه وآله يفسح له بين الرجلي حتى الإمام الحسن يستطيع أن يدخل بين هذه الفرجة من القدم التي كان يوسعها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو ريحاني من الدنيا وإن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين وقال اللهم إني أحبه وأحب من يحبه هذه أيضا إشارات من رسول الله صلى الله عليه وآله على حكمة الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى علمه وعلى عقله أولا أشار إلى مقامه وإلى علو درجته وثانيا أشار إلى حكمته وإلى مواقفه التي سوف تكون عند استلامه للإمام كذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ينقل هذه الرواية عن آبائه الطاهرين يقول عن حذيفة قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله على جبل أحد في جماعة من المهاجرين والأنصار إذ أقبل الحسن بن علي عليه السلام يمشي على هدوء ووقار فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فرمقه من كان معه إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله بعدما رأي الإمام الحسن سلام الله عليه من أعلى الجبل يمشي قال هذه الكلمات ووصف لأصحابه وللمهاجرين والأنصار صفة الإمام الحسن سلام الله عليه قال لهم إن جبرايل عليه السلام يهديه يعني يبين له الطريق يهدي له الطريق وميكائيل يسدده في الأفعال والأقوال هذه كلها إشارات على عظيم مقامه وإلا الإمام الحسن سلام الله عليه هو مسدد ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن يريد أن يقرب الفكرة للناس يريد أن يعطيهم مثالا ماديا بأن هذا الإنسان يمتلك هكذا كرامة هذا الإمام المعصوم يمتلك هكذا كرامة عند الله سبحانه وتعالى وهو ولدي والطاهر من نفسي وظلع من أضلاعي هذا صبطي وقرة عيني بأبي هو فداه رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وقمنا معه وهو يقول أنت تفاحي وأنت حبيبي وبهجة قلبي وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي حتى جلس وجلسنا حوله فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا يرفع بصره عنه من شدة تعلقه وحبه للإمام الحسن سلام الله عليه ثم قال إنه سيكون بعد هاديا مهدية يعني إشارة إلى توليه للإمامة هدية من رب العالمين لي ينبئ عني ويعرف الناس آثاري ويحيي سنتي ويتولى أموري في فعله وينظر الله تعالى إليه ويرحمه رحم الله من عرف له ذلك وبرني فيه وأكرمني فيه هذه كلها إشارات من رسول الله صلى الله عليه وآله اتفق عليها المسلمون في جميع كتبهم الروائية على عظيم مقام الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى شديد أوصافه التي كانت تشبه أوصاف النبي صلى الله عليه وآله جعلنا الله وإياكم من المتولين ومن البارين بالإمام الحسن سلام الله عليه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين اشتركوا في القناة